وإن معدلات الشعور بالوحدة الشديدة كانت أعلى بين الشباب مش بين كبار السن وإن زيك فيه ظاهرة تانية كمان ما ظاهرة الشاشة أو ظاهرة الإحساس بالوحشة هي ظاهرة عدم المبالاة وعدم المراعاة يعني إيه عدم المبالاة؟ محدش مهتم محدش بيبالي بالتاني ولا يراعي إلى آخرين وأحيانا تظهر عدم المبالاة لما يكون الواحد عنده جار محتاج أو تعبان أو عنده مشكلة أو فإيه اللي يحصل؟ فما يسألش حد عليه وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما أمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه ويعلم به يعني إيه كلام ده كله؟ يعني رسول الله مش بيكلم عن الجوع بس الجوع البط ممكن يكون كمان الجوع ده جوع اجتماعي ممكن الجوع ده يكون واحد قرب خلاص داخل على الاكتئاب والاكتئاب اللي ممكن يوصله إلى الموت لأن محدش بيسأل عليه ويا ما ناس للأسف حصل لها مشكلات وحصل لها نوع من أنواع المرض وبعضهم توفي ومحدش دريان به غير لما انتوا عارفين اللي حصل إيه وتظهر بقى ويظهر عدم المرعالة ما يكون حد مثلا عنده حيوان بيربيه مثلا كلب مثلا هيئته ضخمة بتخوف الجيران أو حتى بيئزيهم وأولاده كمان بيخافوا أولاد الجيران بيخافوا من ده فما يرعهم مش ده ويسيب الكلب ينطلق كده على الناس أو مثلا حد عنده ظرف ومحتاج يحس بالهدوء والجر مش مراعي ده فيعلي صوت المزيكة على الآخر ويعمل دوشة وممكن في بعض الأحيان يتصرف بسلوكيات مش مناسبة للعيشة في بيئة بتجمع ناس تانية موجودين حواليه لكن في المقابل يكاد يكون كل واحد فينا قاب النموذج من الجيرة كان جميل جدا ونبيل زي لما كان يكون فيه فرح في البيت وحد من الجيران يكون عنده حالة وفاة فيقرروا يأجلوا الفرح أو ما يجيبوش الديجي عشان ايه؟ عشان ما يخلوش أصوات عالية احتراما لوجود الحزن عند الجيرانه واحتراما لوجعهم وألمهم فيه ظاهرة تالتة كمان مع الظاهر مع ظاهرة الهشاشة والوحشة ثم كمان ظاهرة الظاهرة التانية اللي احنا قلنا عليها اللي هي ظاهرة عدم المرعاة وعدم المبلاء فيه ظاهرة تالتة ويأني الناس وقفة لجيرانه على الوحدة دلوقتي تحس ان كتير من الجيران مش قادرين يقبلوا بعض من غير سبب حقيقي ليه؟ عشان الفردانية عشان الاحساس بالوحشة عشان هم ما بقوش يحبوا ان يبقى عندهم علاقة مع غيرهم فما يسلموش على بعض ولو حصل حاجة دايقاهم ما يئيه؟ ما يلتمسوش الأعذار ويسموه دا أزا مع ان ممكن ما يكونش قصدهم يا سلام بقى لما تحصل بقى الشكاوى على الأسانسير والجيران ما يكونوش بيتعاونوا مع بعض عشان يريحوا بعض ولا عشان يصلحوا حاجة في البيت أو يصلحوا حاجة فيه قدام البيت ولا يصلحوا حاجة خاصة بخدمات البيت كله ولا حتى يصلحوا حاجة في المجتمع اللي عايشين فيه إذا كان مجتمع قليل فتشوف الجيرة فيها حالة من حالات أن فيه حد مش قابل سلوك فلان فمش قابله كله فبيتعامل معاه بيتعامل فيه نوع من أنواع الكبر ونزاك زاد كتير دلوقتي شكوى الناس من أزا الجيرة فلازم ننتبه لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاثة يا رسول الله ثلاثة واضح أن السحابة فزعم وما ذاك يا رسول الله إيه دا فيه قال جار لا يؤمن جاره بوائقه قال يا رسول الله وما بوائقه قال شره فيعباد الله أسألكم بمحبة رسول الله أسألكم بالإيمان إن حسن الجوارده عبادة يا سادة من أجل العبادات وقيمة من أعظم القيم فحسن الجوارده لازم عشان تقدر تحصله ونجدد المفهوم به فيه ثلاثة أركال لحسن الجوارد